الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تنامي ظاهرة تشغيل العملة الأجنبية غير الشرعية في العراق وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض إن العملة الأجنبية في العراق تتضمن شقين أحدهما يتعلق بالعمال الشرعية وثاني هو العملة غير الشرعية المخالفة للقانون المتجاوزة على الفيزا والتي تدخل إما نتيجة الإجراءات الخاطئة بقرارات سابقة أو بالحصول على فيزا طرارية أو سياحية وهي ما تزايدت في العراق حتى باتت مكافحتها ضرورية هذا وتشير لجان مختصة إلى أن عدد العملة في العراق تجاوز الملايين كشف عضو مجلس النواب المنحل ساركوت شمس الدين عن وجود 12 ألف متقاعد فضائي في دائرة تقاعد كردستان وقال شمس الدين إن الأسماء الفضائية لا تزال تستلم رواتبها بشكل شهري دون انقطاع ولا وجود لتدقيق من الجهات الرقابية بسبب حمايته من قبل أحساب السلطة مشيرا إلى أن 12 ألف متقاعد فضائي يتسلمون رواتب بدرجات عالية وأن الإصلاح الذي تتحدث عنه سلطات أبريل أو سلطات إربيل هو حديث إعلامي فقط ولا وجود له على أرض الواقع قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تسعى لتوسيع التبادل التجاري مع العراق إلى الضعف لتقترب قيمته من 20 مليار دولار سنويا وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي الصفاري إنه يجب حل المشكلات الحدودية مع العراق لتوسيع التبادل التجاري بما يصل إلى ضعف حجم التبادل التجاري الحالي جدير بالذكر أن إيران تغرق الأسواق العراقية بمنتجاتها دون النظر إلى عدم حاجة السوق العراقية إليها ما ينعكس سلبا على المنتجات المحلية في البلاد قال وزير الكهرباء في العراق عد الكريم إن العراق بحاجة ماسة إلى استراد الغاز الإيراني لسد حاجة البلد من الطاقة الإنتاجية على مدى ثلاث سنوات وقال الوزير إن 51 هجوما تعرضت له أبراج الطاقة وكانت حصة محافظة التأميم منها 22 هجوما لافتا إلى أنه من أصل 190 برجا سقطت كانت حصة التأميم منها 51 برجا وشدد وزير الكهرباء على أن العراق بحاجة إلى 15 ألف ميجاوات خلال السنوات المقبلة سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعا جديدا بعد انخفاض سجل في سعر صفيحة البنزين وارتفاع أسعار المازوت والغاز وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدول الأسعار الجديد والذي يظهر ارتفاع صفيحة البنزين 95 أكتان 400 ليرة لبنانية والثمانية وتسعين أكتان ب600 ليرة والديزل ب4200 ليرة والغاز ب3300 ليرة لتصبح الأسعار على هذا الشكل يذكر أن سعر صرف الدولار في سوق السوداء سجل صباح يوم الجمعة أكثر من 23 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد كتام المجزي للقاء ترجمة نانسي قنقر